إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا العهود كلها من أعظم العهود العهد الذي بينك وبين ولي الأمر بينك وبين الحاكم فالذي ينقض البيعة ويخرج على ولي أمره لأجل دنيا أو حتى كما يزعم لأجل الدين وأن يغير الواقع فهذا يدخل في هذه الآية لأنه في الحقيقة اشترى بعهد الله ثمنا قليلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط فهذا أما في الوعيد يشبه الوعيد هذه الآية فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا من ذلك إذا أعطاه لي الأمر يسمع له ويطيع وإذا منعه يبدأ يسب ويشتم ويخرج الناس المظاهرات لماذا؟ يقولون الحكام منعونا من الخيرات والدنيا والمال هذا لا يسوغ الخروج أبدا فهذا خيانه قال ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى أو قال رضي وإن لم يعطيه منها لم يفي أو سخط بيعت ولي الأمر هذه دين ندين الله به يا أيها الذين أمنوا وطيعوا الله وطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية البيعة يعني أن تعتقد أن حاكم البلد الشيخ محمد بن زايد حفظه الله هو حاكم البلد هنا تعتقد أنه ولي أمرك تسمع له وتطيع في المعروف هذه بيعة ما يلزم أنك تذهب إليه تصافح بيدك ما يمكن أن يكون هذا مع ملايين الناس هذه البيعة فإذا نقض الإنسان خرج على ولي أمره اعتقد أنه ليس واجباً عليه أن يسمع له ويطيع هذا خروج على ولي الأمر هذا لا يجوز هذا شأن الخوارج نحن ما نبايع الحكام لأجل الدنيا حتى يعطونا من الدنيا لا هذا دين هذا دين الله كما جاءت نصوص القرآن والسنة في هذا لأن ولي الأمر وجوده أمان للمجتمع به تنتظم أمور الدين والدنيا كما قال حسن البصري رحمه الغال هم يلون من أمورنا خمسة الجمعة والجماعات والحدود والثغور والجهاد فإذن هذه الأمور ما تنتظم إلا به ولي الأمر وإلا كانت الأمور فوضى في المجتمع لا دين ولا دنيا فإذا قصر ولي الأمر مثلاً يوجد الآن في بعض بلاد المسلمين بعض الحكام عندهم نعم ظلم وشدة على شعوبهم لكن هذا لا يسوغ أبداً الخروج على ولي الأمر لأن المفاسد ستكون أكبر وأكبر كما هو مشاهد في الواقع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أثر يعني يستأثرون بالدنيا قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ما قالوا خرجوا ما قال قاتلوا قال يصبروا حتى تلقوني على الحوض بهذا تستقر الأمور ونحمد الله على النعمة التي نحن فيها والله نعيش في بلاد فيها الخير والأمان والله تعالى ولى علينا ولاة أمور فيهم الخير والطيب والتواضع والكرم يعني ما يشهد به عامة الناس والحمد لله فهذا في الحقيقة نعمة من الله علينا المسلم يسعى في توطيد الصلة بين الرأي والرعية ما أجمل أن تكون العلاقة بين الرأي والرعية علاقة حب وعلاقة تراحم وعلاقة دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم يدعون لكم بهذا تنصلح الأمور وما يوجد إنسان كامل النقص موجود نعم في الرأي والرعية لكن كيف يكون الإصلاح بالتعاون على البر والتقوى وعلى الخير ما في مصلحة العباد والبلاد